أهلا بكم في فيديو اليوم سنتعلم حول الروابط الدائمة لمقالات وورد برس وكيفية تغييرها فعند التصفح أي مقالة أو أي منشور منشورات موقعك سيظهر رابط هذا المنشور في شريط العنوان بقسم أول وهو رابط موقعك الأساسي ورابط أو قسم متعلق برابط هذا المنشور يمكننا تغيير هذا القسم من الرابط ليكون أكثر جمالية وأكثر يكون مقروعا بشكل أفضل حيث عندما نقوم مثلا على سبيل المثال بوضع عنوان المنشور في رابط هذا المنشور هنا فسيعبر عن عنوان هذا المنشور بشكل أفضل سيعبر عن مضمون هذا المنشور بشكل أفضل ويكون أكثر جمالية حيث سيكون الرابط مقروع بشكل أفضل عندما نضع عنوان هذا المنشور في رابطه بدلا من مجرد رقم عادي كيف يمكننا القيام بذلك؟ سنذهب إلى الصبحة الرئيسية نختار إعدادات من القائمة الجانبية وروابا دائمة كما تلاحظون تم تحديد عادي بشكل تلقائي وظهر رابط المنشور بهذا الشكل هو عبارة عن هذا القسم الذي يحتوي رقم هنا للخيارات أخرى يمكننا تحديد اليوم الذي نشر به المنشور وعنوانه أو الشهر الذي نشر فيه المنشور وعنوانه أيضا يمكننا تحديد رقم مجرد رقم للتعبير عن هذا المنشور أيضا يمكننا تحديد فقط رابط عنوان عفا أن نقوم بإدراج عنوان المقالة في رابط المنشور فسأقوم بتحديد عنوان المقالة ومن ثم سأقوم بالنقر على حفظ التغييرات سأذهب إلى الصبحة الرئيسية سأقوم بالتحديد سنلاحظ تغير رابط المنشور حيث الآن أصبح عبارة عن عنوان هذا المنشور عنوان هذا المنشور ها هو سيعرفك الطريق بنفسه عندما تسيره وهو أيضا مدرج هنا أيضا يمكن إضافة تركيبة مخصصة للرابط الدائم مثلا سأقوم بإضافة تركيبة مخصصة هنا وهي عبارة عن العام الذي نشر فيه المنشور التصنيف الذي يندرج تحته وعنوان عنوانه فسأقوم بالنقر على حفظ التغييرات أذهب إلى الصبحة الرئيسية سأقوم بالتحديد سيتغير الرابط الدائم ليحتوي على العام الذي نشر به المنشور التصنيف الذي يندرج تحته وعنوانه فإذا هذا كله لي فيديو اليوم ملاحظة بسيطة إذ كانت لديك مدونة منذ عام منذ أعوام أو منذ زمن طويل وبعيد فلا أنصحك بتغيير روابط موقعك لا أنصح بذلك أبدا لأن للتو قام قام الجوجل وكافة محركات البحث بأرشفة موقعك فعندما تقوم بتغيير الروابط موقعك فعندما يحاول مثلا الجوجل بالاقتراح اقتراح عنوان مقالاتك مقالاتك للناس فسيدرج معها روابط المقالات القديمة أو الروابط القديمة للمقالات وعندما يحاول الزائر بالذهاب لهذه الروابط سيجدها غير موجودة لأنك للتو قمت بتغييرها فلا ينصح بذلك أبدا إذا قررت وأنت مصر على تغيير هذه الروابط فيمكنك القيام بذلك ولكن عليك توجيه الروابط القديمة إلى الروابط الجديدة ويحتاج هذا العمل إلى مختص بالموضوع أما إذا كانت مدونتك حديثة قمت بإنشائها منذ شهر مثلا وتريد تغيير الروابط لا بأس قم بتغيير الروابط وهذه هي الطريقة لتغييرها فإذا هذا كله لي فيديو اليوم أشكر متابعتكم إذا كان لديكم أي سؤال يتركوه في خانة التعليقات أنا أقرأ التعليقات دائما وأجيب على الأسئلة وإذا كان لديكم أي سؤال حول وورد بريس وتريدون أني إنشاء فيديو حول ذلك الموضوع أيضا ابلغوني بذلك وألقاكم في فيديو الغت وإلى ذلك الوقت دمتم بخير ومع السلام